مرحبا بكم جميعا في ريسكول اسمي زحى وأنا مدربتكم في دروس الدعم والتدرك التي نقدمها لكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا نشكر شريكنا دار اليمامة على دعمها لنا في إنجاز هذه الكابسولة قبل الشروع في الدرس أنصحكم بأخذ الوقت الكافي لفهم الكابسولة ومشاهدتها عدة مرات حسب الضرورة والآن لنبدأ المراجعة اليوم سنراجع القسمة على عدد ذي رقمين التي درستمها في الصف سنبدأ ببعض التمرين البسيطة التي ستساعدكم على فهم الخطوات اللازمة لقسمة عدد على عدد ذي رقمين هل نحن مستعدون؟ سنبدأ بالتمرين الأولي تبيع مجموعة من الأقراص المضغودة بواحد وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون تتكون هذه المجموعة من خمسة وعشرين قرصاً سنبحث عن ثمن القرص الواحد لكن أولاً إليكم الملاحظة التالية عند قسمة عدد على عدد ذي رقمين أولاً نبدأ من اليسار سنحدد رقمين ونقسمهما على القاسم ثم نكتب النتيجة خارج القسمة أما إذا كان الرقمين المحددين أصغر من القاسم فنحدد ثلاثة أرقام ونقسمهم ثانياً نضرب خارج القسمة في القاسم ونطرح النتيجة المتحصل عليها من الجزء المحدد في المقسوم ثالثاً ننزل رقماً آخر ونقوم بنفس المراحل السابقة إلى أن تنتهي أرقام المقسوم نواصل مع التمرين نعلم أن ثمن جميع الأقراص يساوي 31.375 مليم بالتالي لمعرفة ثمن القرص الواحدة سنقسم هذا المبلغ على عدد الأقراص أي على خمسة وعشرين ننجز إذن العملية عمودياً متبعين المراحل السابقة نبدأ من اليسار 31 على خمسة وعشرين يساوي واحد نضرب واحد في خمسة وعشرين ثم نطرح النتيجة من واحد وثلاثين فنجد ستة الآن ننزل الثلاثة ونقسم ثلاثة وستون على خمسة وعشرين فنجد اثنين نضرب إذن هذا الأخير في خمسة وعشرين ثم نطرحها من ثلاثة وستين فيبقى ثلاثة عشرة ننزل السبعة ثم نقسم مئة وسبعة وثلاثون على خمسة وعشرين فنجد خمسة نضرب الخمسة في خمسة وعشرين ثم نطرحها من مئة وسبعة وثلاثين والنتيجة تساوي اثنى عشر أخيراً ننزل الخمسة ونقسم مئة وخمسة وعشرون على خمسة وعشرين فنجد خمسة والباقي يساوي صفر وبالتالي فإن ثمن القرص المضغوط الواحد يساوي ألف ومئتين وخمسة وخمسون ملي أحسنتم نمر الآن إلى التمرين التالي والمأخوذ من الكتاب المويز جسر النجاح والذي يضم العديد من الأسئلة والتمرين الأخرى المرفقة بإصلاح دقيق احتضنا ملعب بلدي مباراة حضرها 17880 متفرجاً توزع المتفرجون وفق ثلاثة أصناف من المقاعد كما يبينه الجدول التالي سنكمل تعمير هذا الجدول لكن أولاً إليكم الملاحظة التالية يمكن اختزال نفس عدد الأصفار في كل من المقصوم والقاسم دون أن يتغير خارج القسمة على أن يقع إعادة اعتبارها عند كتابة الباقي مثال باقي قسمة ألف وخمسمائة وثلاثون على ستون يسوي ثلاثون وليس ثلاثة نواصل مع التمرين نبدأ بالبحث عن عدد الصفوف بالمنصة الشرفية فنقسم العدد الجملي للكراسي في كل الصفوف على عدد الكراسي في كل صف وبالتالي فإن عدد الصفوف بهذه المنصة يسوي ستة وأربعون صفا الآن سنبحث عن عدد كراسي الدرجة الأولى بكل صف ويسوي مئة وستة وأربعون كرسيا نمر للبحث عن عدد كراسي الدرجة الثانية بكل الصفوف ويسوي تسعة ألاف ومئة واثنى عشر كرسيا أخيرا كم عدد صفوف المقاعد الدرجة الثانية إليكم مهلة للتفكير أحسنتم الإجابة عدد صفوف مقاعد الدرجة الثانية يسوي مئة وستة وثلاثون صفا أحسنتم أنصحكم بتدريب عقولكم وذلك بالقيام بالعديد من التمرين والمشاهدة المستمرة للكابسولات المنجزة بالاشتراك مع دار اليمامة إذن لا تترددوا في الاشتراك بقناتنا ومتابعة العديد من الفيديوات التعليمية الأخرى ثقوا بأنفسكم فبالعمل والمثابرة يولد النجاح أرجو أن تكونوا قد استفدتم من الدرس إلى اللقاء مع المراجعة التالية ترجمة نانسي قنقر